موسيقى بداية النشرة مع العنوين هبا تفرض قبضتها على لبنان وتدن إضافي بمستوى الثلوج مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية ينفي تدخل الرئيس عون في اختيار مرشحي تيار للانتخابات جمعية المصارف أقفال كل فروع المصارف العاملة في جبجنين موسيقى الثانية والربع بطاقة بيروت أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تبث أيضا عبر الموقع otv.com.lb العاصفة هبا تفرض قبضتها على لبنان والتفاصيل مع الزميلة روبا لفرن التي تنضم إلينا مباشرة من مطار بيروت الدولي روبا يعطيك العافية ماذا في تفاصيل هذه العاصفة والتطورات خلال مرحلة النهار والمساء يعطيك العافية جورج ويعني نحن اليوم مصطفاق اللبنانيون على تقس عاصف قطبي ولوحات بيضاء زينت معظم المناطق اللبنانية نعرف أكتر أي متى رح يضال هيدا الزائر الأبيض مرفقنا بالأيام المقبلين نحن موجودين بمصلحة الأرصاد الجوية وإلى جانبه استاذ عباس عباد رئيس فرع في دائرة التقديرات يعطيك العافية استاذ يعني شو آخر تطورات عن العاصفة هبا وكيف رح يكون التقس في الأيام المقبلة يعني نحن حاليا تحت تأثير العاصفة ومستمرة خلال الليل المبارح تأثرنا بالأمطار وبغزارتها وبدأت تلوج بالتساقط لحدود تقريبا تسعمية أو تمامية متر اليوم مستمرة ومتوقعين نحن خلال النهار يعني فترة بعض الظهر من هلأ وطالع في انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة مثل ما عمشوف هون بهذا الواضع طبعا مع دخول الكتلة القطبية الأشد برودة اليوم بعض الظهر وخلال الليل لصباح بكرة التلوج رح تستمر وتدريجيا مع انخفاض درجات الحرارة اللي عم نحكي عنه رح تدنى مستوى تساقط التلج ويوصل تقريبا لحدود خمسمية أو أربعمية متر خاصة في المناطق الشمالية لأنه تأثير الكتل الباردي هو بشمال أكتر من انتباعا يعني نحو الجنوب بترتفع درجات الحرارة بطبقات الجو اليوم فإذا مثل ما حكينا اليوم بالليل وبكرة الصبح رح يكون الأبرد من دحية درجة الحرارة بكرة خلال النهار رح ترتفع درجات الحرارة بشكل محدود وتباعا يوم الجمعة ويوم السبت الأمطار والتلج رح يكون اليوم مستمر إنما بتقطع ويختلف بين منطقة ومنطقة ممكن يكون بشكل معتدل بعض المحلات أو أغزر بأماكن أخرى اعتبارا من بكرة بتتوقف الأمطار تدريجيا خلال الفترة الصباحية وخلال النهار تتفوت بين المناطق إنما رح نكون بمرحلة الأخيرة وهي مرحلة الصقيع والجليد ومتوقعين أنه الليل بالليل وخلال الفترة الصباحية بكرة ممكن يتكون الجليد من 500 متر وما فوق يوم الجمعة رح تتفى أكتر شوية ونكون جليد على 700 أو 800 ويوم السبت كمان أعلى مع ارتفاع درجات الحرارة ممكن يتكون على ألف متر وما فوق بانتظار الأسبوع نهار يوم الأحد نحن على موعد مع منخفض جوي جديد بس أكيد كل التفاصيل تباعا بنشراتنا اللحقة لأنه ما معنا معلومات كيفية لحتى نحكي عنه طبعا بس لعم نقول يعني ممكن نكون على موعد مع منخفض جوي رح يجي من روسيا يعني فينا نقول إنه ممكن تكون عاصفة غير عاصفة تهباء ممكن ممكن بس أكيد نحن على ما فينا نحكي لأنه اليوم نحن الأربعة في أربعة ايام بعد لقدامه حتى نكون دقيقين بالمعلومات فلزلك لازم ننطر يعني بكرة أو بعد بكرة بصير لنا معلومات أوضاح لنقدر نحكي عن يوم الأحد وما يليه نعم شكرا نشاء الله على أمل يكون في عاصفة جديدة تحمل معها البياض خلينا نحكي ليس ما يتواهباء يعني كل سنة تسمية عادة في منهجية بالتسمية تبدأ بأحرف الأبجدية إنما معكوسين يعني نبدأ من آخر حرف واتباعا واتباعا بنمشي فيها بالنسبة للتسمية أنه يمكن تسأليني كمان لش أنسة مش مش ذكروا مثلا التسمية هي بتسمى كونها عاصفة يعتبروها أنسة العصير ممكن تسمى بأسماء الزكور يعني هيد العاصفة لأي سنة بتردنا يعني بقوتها؟ يعني ممكن 2014 أو 2015 ما رأيت علينا عاصفة اسمها أليكسا بس إنما أليكسا كانت فترة أطول تقريبا استمرت أسبوع بدرجات حرارة متدني ومتدني جدا يعني وصلت بمحلات بالإبقاء على الناقص 10 نقص 12 بالشمال نقص 18 نقص 20 صحب الأرض كفترة سقوعة وما كانت كتيري أمطارها وكمان هيد العاصفة إنما فترتها أقل يعني 3 أربعة أيام هيدك مددت أسبوع أكتر شوي تشبه أليكسا تقريبا بس إنما المدة مختلفة كبيرا لك استاذ عباسو يعطيكم ألف عافية يعني إذن جورج هيدا إخي المستجدات عن العاصفة هي ضرورة نشدد ونحذر المشاهدين أنه قبل ما يصلكوا أي طرقات جبالية يجب العودة إلى غرفة التحكم حرصا على سلامتهم العودة لك جورج شكرا لألك زميلتنا روبالفرين والمزيد خلال النشرة المسائية نفى مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية تدخل رئيس عون في اختيار مرشحية التيار الوطني الحر للانتخابات النيابية وكل ما يكتب في هذا الصدد اعتبره المكتب أخبار مختلقة لا أساس لها من الصحة وفي بعبد أيضا التقى رئيس الجمهورية الوزير السابق طارق الخطيب كما استقبل نقيب التوبوغرافيين الدكتور ساركيس فادعوس على رأس وفد من النقابة وأعرب عن حرصه على الحفاظ على حقوق النقابة وأفرادها واعدا بمتابعة المطالب التي تم عرضها مع المعنيين للوصول إلى الحلول المرجوة إشارة إلى أن الرئيس عون يلتقي غدا وبعد غد أعضاء السلك الدبلوماسي والسلك القنصلي ويحدد في كلمته مواقف لبنان من القضايا المحلية والإقليمية المطروحة أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف استقبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في مقر الوزارة في موسكو ووفق بيان وزارة الخارجية الروسية فقد جرى خلال اللقاء مناقشة تطورات الوضع في لبنان بالتفصيل وفي الوقت نفسه الأعراب عن القلق حيال الأزمة الاجتماعية الاقتصادية العميقة الحاصلة في لبنان وجدد الجانب الروسي تأكيد موقفه الثابت الدعم لسيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه كما على ضرورة حل القضايا المستعصية على الأجندة الوطنية على أساس التوافق المتبادل بين القوى السياسية اللبنانية حصرا وفق القانون ودون أي تدخل أجنبي إلى ذلك ذكر بيان الخارجية الروسية أن ميخايل بوغدانوف الممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي لمنطقة الشرق الأوسط والدول الأفريقية ونائب وزير خارجية روسيا كان أجرى أيضا مشاورات معمقة مع جنبلاط في وزارة الخارجية الروسية رفضت جمعية المصارف الاعتداءات المتكررة التي طالت مؤخرا عددا من الفروع مهددة حياة الموظفين ووصلت لحد أخذهم رهاء وتهديدهم بالقنابل والحرق والنيل من كرماتهم فيما هم يقومون بواجباتهم لتأمين لقمة العيش بظروف باتت صعبة على كل اللبنانيين وأضافت أم استرداد الودائع كل الودائع وهي حقوق لكل اللبنانيين فلا يتم استرجاعها عبر القيام والتحريض بأعمال جرمية مؤكدة أنها منذ اليوم الأول من الأزمة تطالب الحكومة التي توقفت عن دفع مستحقاتها ورمت البلد في تعثر وأفلاس بحماية أموال المودعين والحد من أزمة السيولة وإتاحة المزيد من النقد لتلبية طلب المودعين وأكدت أن المصارف اللبنانية تعمل بحسب القوانين المالية المحلية والعالمية فلا سرق للأموال ولا استغلال للودائع إنما الأزمة الحالية هي نتاج سنوات من سوء إدارة الدولة عبر العجز والهدر والفساد الذي لا يخفى على أحد أما لاسترجاع الودائع فطريق واحد يمر عبر خطة تعاف شاملة تنهض بالبلد وتحافظ من خلالها الدولة على أموال المودعين التقى وزير الأشغال العامة والنقل علي حمي في مقار السفارة اللبنانية في باريس مديرة شمال أفريقيا والشرق الأوسط في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية أنجيغان وتناول اللقاء البحث في عدة مواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وفي السياق أشار الوزير حمي إلى أنه منذ تسلم المهام الوزرية كان يضع نصب عينيه هدفا أساسيا يتطلع إليه دائما وهو العمل على تحسين الخدمات التي تقدمها المرافق العامة للدولة وتعزيزها بغية زيادة إراداتها المالية وأتبع الوزير حمي بأن عملية تفعيل المرافق العامة للدولة والتي يتبناها في الوزارة هي الحجر الأساس في نهضة لبنان مشيرا إلى أنه قدم وفي إطار الموازنة العامة المرتقبة لهذا العام عدة مشاريع قوانين تخدم عملية التفعيل تلك والتي تصوب في خدمة هدف النهوض بالوطن تحت رعاية نقابة المهن البصرية نفذ طلاب وخارجي قياس النظر وقفة سلمية احتجاجية مطالبين بالإسراء بإصدار الطابع المالي وبالتالي إذن مزاولة المهنة الأمر الذي يرفع الضرر عنهم ويعطيهم الحق بممارسة مهنتهم في طلاب تخرجوا صار لهم 3-4 سنين قاعدين بالبيت ما عم يقدروا يزاولوا المهنة لأنه ما في إذن مزاولة للمهنة في تجاوب من معالي وزير الصحة طبعا في تجاوب من حضرة أمين عام مجلس الوزراء حضرة القادة مكية ما في شك في تجاوب وصار في إرسال مبارح باليد للكتاب من وزارة الصحة للأمين العامة لمجلس الوزراء نحن عم نتابع هذا الموضوع بس يلي بهمنا نقوله أنه لازم يكون فيه تسريع بإكرار هيدا الأمر لأنه الشباب عايزة تتوظف عم بيجيهم فرص عمل إن كان بلبنان أو برة وهالموضوع عم يقف عائق قدام توظيف الشباب والصبايا مشن هيك نحن كنقابة مجبورين اليوم نقف حدهم ونعل الصوت أكتر وأكتر لحتى تصلوا نحقوقهم ومطاليبهم استعرضت الجمعية العامة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية برئاسة السيدة كلودين عون ما تحقق خلال العمل منصر من إنجازات ونشطات ومناقشة برنامج العمل المقترح للعام 2022 وشكرت سيدة عون الأعضاء السابقين ورحبت بأعضاء الهيئة الجدد وأكدت أن قضية المرأة ترتبط ارتباطا وثيقا بثقافة حقوق الإنسان واحترام الآخر وثقافة الاعتراف بالحقوق المتساوية بين المواطنين والمواطنات كل سنة عندها تحدياتها ونحن بأول وليت الهيئة الوطنية عملنا كمان هذه الخلوة واتفقنا على أهداف نشتغل عليهم على برامج عمل واليوم مناسبة أكيدة نرجع نعمل جولة على كل النشاطات والبرامج اللي نفذناها والنشاطات اللي عم تتنفذ هلأ حاليا ونقرر سواء الأهداف الأولويات للـ 2022 لما فتنا بقضية المرأة بعمق بصراحة شفنا أنه هي سقافة تحقوق الإنسان وسقافة الاحترام الآخر وسقافة الاعتراف بحقوق متساوية بين كل المواطنين والمواطنات وأبعد من هيك كمانا كن عندنا هذه السقافة اللي ناخد فيها بعين الاعتبار لأثر كل السياسات العامة والخطط العمل والستراتيجيات على صعيد الدولة كل أثرهم على كل فئة المجتمع صدر عن مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان البيان التالي أن مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان إذ تأخذ علما بالخطوات الرامية لعودة مجلس الوزراء اللبناني للإنعقاد تشدد على ضرورة استئناف اجتماعات الحكومة في أقرب وقت ممكن وتحفل مجموعة الحكومة اللبنانية على اتخاذ قرارات عاجلة وفعالة لتدشين الإصلاحات والإجراءات الملحة بما في ذلك سرعت قرار موازنة العام 2022 التي من شأنها أن تمهد الطريق لتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي الأمر الذي يكفر للدعم المطلوب لتجاوز الأزمات على مستوى الاقتصاد الكلي والمالية العامة كما تدعو مجموعة الدعم الدولية الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان إجراء انتخابات نازيهة وشفافة وشاملة في أيار 2022 كما هو مقرر بما في ذلك عن طريق تمكين هيئة الإشراف لمن تنفيذ ولايتها وتجدد مجموعة الدعم الدولية دعوتها لتحقيق العدالة والمسائلة من خلال تحقيق شفاف ومستقل في انفجار مرفأ بيروت كما تجدد دعوتها لضمان احترام استقلالية القضاء وتؤكد مجموعة الدعم الدولية على استمرارها بالوقوف إلى جانب لبنان وشعبه النشرة مستمرة ولكن بعد الفاصل في الأخبار الأقليمية والدولية أشار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى أن ما تقوم به روسيا من خلال أعمالها العدائية هو تحدي للنظام العالمي وأوضح في مؤتمر صحفي خلال زيارته أوكرانيا أنه لا يمكن لأي دولة فرض قراراتها ومبادئها وأرائها على دولة أخرى لافتا إلى أننا لن نسمح بانتهاك سيادة الدول بدون مواجهة أي عقاب وأشدد بلينكين على أن زيارة أوكرانيا هي لتأكيد الالتزام الأمريكي تجاه أمنها وسيادتها كاشفا أن روسيا تحشد قواتها على حدود أوكرانيا عرب مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية للصحفيين عن خشية الولايات المتحدة من احتمال أن يصبح تواجد القوات الروسية في بيلاروس لإجراء مناورات عسكرية دائما وبالتالي يمهد لنشر أسلحة نووية روسية في هذا البلد المتاخم لأوكرانيا وبولندا وتوجهت قوات عسكرية روسية إلى بيلاروس بعد أعلان الرئيس أليكسندر لوكاشينكو حليف موسكو أن البلدين سيجريان مناورات عسكرية مشتركة شهر المقبل وهذه الخطوة التي جاءت من دون إشعار مسبق لدول المنطقة كما جرت العادة رفعت من مستوى التوتر مع الغرب الذي يخشى غزوا روسيا محتملا لأوكرانيا خلال تقليده سفير سوريا لدى كاركاس وساما الاستحقاق من الدرجة الأولى بمناسبة انتهاء مهامه أعلن الرئيس الفنزولي نيكولاس مادورو أنه سيزور سوريا قريبا للاحتفال مع شعب سوري وقيادته بجو السلام والاستقرار الذي تمكنت من الوصول إليه بعد مواجهة العدوان الإرهابي عليها ومع هذا الخبر نصل إلى ختام النشرة ولكن للمزيد تابعوا الو تيفي عبر انستغرام فيسبوك وتويتر شكرا للمتابعة إلى اللقاء